السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات التطريز الفلسطيني انا روبا وفيديو اليوم ان شاء الله رح افرجيكم طريقة تانية لكيف ممكن تنقلوا رسمة انتو بدكم اياها على قماش الاتمين لحتى تطرزوها فخلونا نبلش طبعا لحتى نطبق فكرة درس اليوم اول شي بلنا اياه هو التصميم اللي بدك تستخدميه وطبعا بدك تطبعيه على ورقة بي الحجم اللي انت بدك اياه انا اليوم اخترت شخصية تحنظلة وللي ما بعروح شخصية تحنظلة هي شخصية كاريكاتير للفنان فلسطيني الله يرحمه هو ناجي العلي فالمهم انا اخترت هاي الشخصية وطبعا طبعتها بحجم ورقة طابعة عادية اللي هي letter size فهذه هي طبعا برجع لك اذا انت بدك اياها بهذا الحجم او بدك اياها اصغر بدك اياها اكبر يعني بتطبعيها بالحجم اللي انت بدك اياه فهذا اول شي بيلزمنا طبعا بدك كمان كماشة ايتامين وبتقصيها بحجم التصميم تبعك اكبر شوي عشان تعملي حساب لما بدك تبروز هاي القطعة او بدك مثلا تخيطيها او اشي يكون في معاك اطراف زيادة شوي فبدك كماشة ايتامين طبعا كمان برجع لك شو كماشة اليتامين اللي انت بك تخيطي عليها شو لونة وشو الكام تبعه كمان بدنا مصطرة وبدنا قلم قلم يكون اما رصاص وراسهم مدبب او ممكن تستخدموا كلام الحبر اللي روسهم مدبب شوي يعني مش كتير حادة وهيك واخر شي طبعا واللي هو اساس درس اليوم اللي هو انكم تستخدموا تريسنج بيبر بسموهم او ورق النقل او احنا بنحكي لهم كربونة فانا اليوم رح استخدم من دي ام سي امبرويدري تريسنج بيبرز ورح اترك لكم اللينك لالورق اللي انا رح استخدمه بصندوق الوصف تحت طبعا اول شي زي ما حكيت لكم الخطوة الاولى انكم بدكم تحددوا شو التصميم اللي انتم بدكم تستخدموه وتروحوا تقصوا اكماش الاتمين بحيث انها تكون اكبر شوية من حجم التصميم اللي انتم بدكم تتبعوه عشان في المستقبل لما بدكم تخيطوها او تبروزوها يكون في معاكم زيادة مجال بالاكماش شوي فهادي اول خطوة طبعا زي ما انتم شايفين ثاني شي رح نجيب ورق الكربونة او التريسنج بيبر وزي ما انتم شايفين التريسنج بيبر اللي انا جبته من جهة رح تكون الورقة ملونة ومن جهة ورقة عادية وفي منها لونين في منها اصفر وازرق طبعا هدول الالوان يعني الاصفر يمكن يكون اوضح على الالوان الغامقة الازرق ممكن يصاعدك بالالوان يعني الكماش اللي لونه فاتح بس اتناتهم بيبينوا يعني لو استخدمتي الاصفر او الازرق على الكماش الفاتح بيبين بس يعني ممكن الازرق يكون وضوحه اكتر على الكماش الفاتحة فانا هون رح استخدم الورقة اللي باللون الازرق بس الفكرة كتير بسيطة رح اجيب ورقة الكربونة هاي او التريسنج بيبر واحطها على الكماشة بحيث انه يكون الوجه الملون جاي على الكماشة بالزبط والوجه العادي لفوق بعد ما احط ورقة التريسنج بيبر رح اجيب التصميم تبعي واحطه فوقها وطبعا هون اهم اشي انك انتي اش توازني هدول الورق بالشكل الصحيح على الكماشة اللي عندك طبعا لحتى تضمن انه ما تتحرك الورقة وانتي عم تتبعي الرسمة او ترسميها بنثبتها بيدببيز من الاطراف وبس اخر شي طبعا رح اجيبي القلم اللي راسه مدبب وترسمي على الرسمة اللي عندك تحدديها كلياتها بالقلم وضروري تمري بالقلم تبعك على كل الرسمة واضغطي منيح يعني وانتي ترسمي يعني مش لدرجة انك تحفري الورقة بس يعني يكون ضغطك شوية مش خفيف لانه اذا كان ضغطك خفيف ما بتعلم على الكماشة فلازم تضغطي منيح كتير حتى الكربون اتعلم على الكماشة اشتركوا في القناة وهذه بعد ما نكون خلصنا تعليم بقلم الرصاص على كل الرسمة بنشيل ورقة التصميم وبنشيل ورقة الكربونة وزي ما انتو شايفين بتكون الرسمة علمت على الكماشة اوكي طبعا هون خليني ارجع اذكركم بنقطة انه كتير مهم انك انت تضغطي بالقلم منيح لحتى الرسمة تعلم على الكماشة لانه مثلا شوفوا ما انا هون عند الايد تبعته كان شوية لما مرت بالقلم مش كاينة ضغطة منيح فعلمت بس كتير اخاف من المناطق التانية فهاي نقطة ديروا بالكم منها انه لازم تضغطوا منيح وتتأكدوا انكم يعني علمتوا كل المناطق بشكل مزبوط الشغلة التانية زي ما انتم ملاحظين انه الكربونة مرات لما بتطبقوا فيها او الورق اللي عندكم بتطبقوا فيه مرات ممكن اللون مثلا ينقل او يطبع على الكماشة بس مش مشكلة كماني شو ريح احكي لكم كيف انه هاي الخطوط اذا احنا حبينا انه نشيلها او او يعني فيه اشي ضل زيادة من تحت التطريز كيف ممكن نتخلص منها فهادي هي وطبعا بما انه الرسمة صارت جاهزة عندكم على الكماشة فممكن بسهولة بعدين تبلشو انكم تطرزوها وممكن تستخدموا الغرز اللي انتو بدكم اياها ممكن تستخدموا غرزة الاكس ممكن تستخدموا غرزة نص اكس او حتى الباكستاتش لا الاطراف او هدول الخطوط اللي جايين بالمايل او اخر شي بدي احكيكم عنه هون هو كيف تتخلص من هدول الخطوط اذا ضل عندك اشي بعد ما طرزتي وهيك ضل فيه خطوط باللون الازرق مثلا مبينة او مثلا اذا انتو تطبط ايدك بالحبر وعلمت عليك ماشا بالمناطق تانية فهون في عندي طريقتين لاتخلص من هاي الخطوط الطريقة الاولى هو انك تستخدموا محايا محايا عادية اللي بتمحي فيها لأقلام الرصاص بس اهم شي هون انها تكون يعني نوعيتها منيحة ومش من الاشياء اللي بتطبع او بتوسخ لانه ما بدك اياها تيجي تمحي فيها تكون بتوسخ لكل كماشا فزي ما انتو شايفين بسهولة هاي الخطوط بتروح وما بضل منها ولا اشي ولا كأنه كانت موجودة فهادي اول طريقة الطريقة التانية اللي هي زي ما عملنا به الفيديو السابق انك تستخدمي فوطة عليها ماي شوية وبتروحي على الخطوط وبتبطي هيك بالفوطة على هدول الخطوط لحتى تمحيها بس انا بحكي يعني بما انه استخدام المحاية يعني بيعمل نفس النتيجة فانا بفضل بهاي الحالة ان نستخدم المحاية بدل ما نحط مي ونبلل لكماشا وهيك فهدي هي هدور الطريقتين اللي انتو ممكن تستخدموهم لحتى تزيلوا اي خطوط زائدة او اذا ايدكم طبعت من هاي الكربونة على منطقة بالكماشا ممكن بسهولة انكم تمحوهم اوكي وهذا كان كل شي بالنسبة لفيديو اليوم وهذا كان الشكل النهائي للتصميم تبعنا بتمنى انه الفيديو يكون عجبكم وانه كان بسيط وواضح اذا عندكم اي سؤال اتركولي بالتعليقات تحت او ابعتولي لسائل اذا حبيتوا هذا الفيديو يريد تعملوه لايك وتشاركوه قد ما بتقدرو اكيد اذا انتو جداد بالقناة ما تنسو تعملو سبسكرايب وبشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة